خلونا نحكي إيه اللي حصل بعد غزوة بدر بعد غزوة بدر حصل في المدينة حاجة مهمة أول محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم على إيد واحد اسمه عمير بن وهب عمير بن وهب ده كانوا بيقولوا عنه شيطان من شياطين قريش يا سياتر دهية دهية غلاوي وخطير ودهية وزكي فإيه حكيته دوًا هو قاعد مع صفيان بن قمية هما الاثنين قاعدين في مكة وهما الاثنين أهليهم ماتوا في بدر فقاعدين كده في حجر الكعبة وما حدش معهم لوحدهم فأم عمير بن وهب أي لصفيان لولا ديون علي وعيال أربيها لخرجت إلى محمد وقتلته وإن لي عنده أنا لي عنده سبب يخليني أروح المدينة قال وما ذلك قال ابني أسير عندهم في بدر فأقدر أدخل المدينة يقولولي جاي ليه أقول لهم ابني أسير جايات فعله الفدية بتاعته فصفون بن عمير قال له أنت بتكلم جد عيالك عيالي ودينك في رقبتي واذهب إلى محمد واقتله قال فكتم عني بصوا ما فيش حد خلص أم عمير بن وهب واخد بعضه وغرأ السيف بتاعه في السم وطلع حط السيف على الحملة بتاعته ودخل المدينة عمر بن الخطاب شافه أم كتفه فحملت السيف بتاعه واخده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركه يا عمر تعال يا عمير ما الذي جاء بك يا عمير قال ابني أسير عندكم قال وما للسيف في رقبتك معلق السيف ليه قال قبح الله من سيوف وهل أغنط عنا يوم بدر ما نفعتناش في حاجة فقال له النبي اصدقني القول يا عمير ما الذي جاء بك قال قلت لك يا محمد ابني أسير عندكم قال لا يا عمير بل جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة فقلت له لو لديون علي ولول كذا لذهبت إلى محمد فأقتل فأخذت سيفك ووضعته في السم وجئت لتقتلني فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لما النبي كشف له عن حقيقة تدبيره كشفت له حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عمير العجيب أنه عمير لما أسلم قال رسول الله أنا لن أبقى في المدينة أنا سأعود إلى مكة لأأخذ بيد أهل مكة حتى تعود وحتى تأتي يوما ما إلى مكة رجع مكة وفضل ياخد بإيه الصفوان بن أمية وفضل يحاول ياخد بأهل مكة إلى الخير وما عادش مع النبي لليوم واحد وتحول من شياطين من شياطين مكة إلى أكثر أهل الخير أهل قريش خيراً ولما النبي فتح بكة جاب له صفوان بن أمية وخلى صفوان يسلم إيه ده قانون من قوانين الحياة إيه هو لا يوجد إنسان من جواه شيطان كامل لا يوجد ذلك كل إنسان جواه حتة خير ما للمطلوب إيه ابحث عن نقطة الخير اللي جواه الناس إيه وعا تتعامل مع حد وتقول ده شيطان كامل مفيش كده مفيش كده البشر مفيهمش كده بس فيه طراب كتير محتاج يتشال لغاية ما تطلع الإنسان الكويس اللي جواه يا ده قانون من قوانين الحياة